أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنخصصها لاستعراض عناصر الامتحان الجريبي الأول الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى باكالوريا دورة 2024 بحول الله والخاص بالعلوم الجريبية والعلوم الرياضية وكذلك مسلك العلوم الشرعية وعلوم الاقتصاد والتدبير إذن منسبة الوضعية الاختبارية الأولى التي نقترح لكم كتتعلق بمادة التاريخ من خلال الاشتغال بالوثائق كما كتعرفوا يعني الاشتغال بالوثائق كتبقى وضعية إجبارية بمعنى أنني مطالب بالإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الامتحان إذن الوثيقة الأولى عبارة عن نص تاريخي كما كتشوفوا إذن نحاول نقرأ منطوق النص ترتبات عن تحول التقنية وهذا مصطلح مصطلح عليه وتقدم العلوم التطبيقية وغيرها من العلوم ثم ثورة في الصناعة فقامت الصناعة الآلية الحديثة وأنشئت المصانع الضخمة التي تضم آلاف العمال وترتب عن هذا ضخامة الإنتاج بما يزيد عن حاجة الدول المنتجة هذا بالإضافة إلى توفر رؤوس الأموال الضخمة وأدى هذا لتغيرات أو تغيرات جذرية في المجتمعات أي تغيرات عميقة فقد ظهرت طبقات اجتماعية جديدة وأصبحت ترى من حقها الاشتراك في توجيه سياسة الحكومات وسن القوانين التي تضمن المحافظة على حقوقها وترتب عن هذا أيضا التنافس الإمبريالي كمصطرح مصطرعي بين الدول الصناعية الحصول على المستعمرات والوصول إلى المواد الخام اللازمة للصناعة والسيطرة على الأسواق الضرورية لتصريف الفائد من الإنتاج المرجع الوثيقة الثانية عبرة عن جدول يظهر تطور عدد سكان ببعض البلدان الأوروبية بالمليون نسمة إذن يتعلق الأمر بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمات ثم ألمانيا وروسيا إذن المطلوب هو وصف هذا التطور طبعا تطور عدد سكان ما بين 1850 إلى غاية يعني 1914 المصدر بالنسبة الوثيقة الثالثة نصها بدأ الثورة الديمغرافية في أوروبا وبلغ عدد سكان أوروبا 274 مليون عام 1850 أي منتصف القرن التاسع عشر وفي أساس التطور كانت هناك عوامل التقدم الطبي والتطعيم أي المقصود هنا تطعيم تلقيح الذي بدأ جينر استخدامه ضد الجذاري ونقل المرضى والنساء في حالات الولادة على المستشفى وإلى المستشفى وكذلك وفرت الغذاء بفضل الثورة الزراعية ولا شك أن التراجع النسبي للأوبئة الكبيرة قد ساهم في تحسن الوضع وظلت نسبة الولادات مرتفعة في أوروبا الزراعية كما في أوروبا الصناعية المتلهفة لليد العاملة الكثيفة والرخيصة وكانت هذه الظاهرة المتداخلة مع الهبوط في الوفيات مظهرا للتطور الوثيقة الرابعة والأخرة أيضا نص منطقه أدى التغيير الذي أحدثته الثورة الصناعية في المجتمع إلى ظهور طبقة العمال والصناع والرأس ماليون اليم يتدخر جهدا في سبيل حصولهم على أكثر الربح وفي تحديد أقل أجر ممكن للعامل ومضاعفة ساعات العمل فاتسعت الشقة بين الفارق بين الرأسماليين وبين العمال المأجورين وأدى هذا لظهور الفكل الشراكي ينادي بإنشاء نظام يضمن مصلحة طبقة العاملة بحقوقها ومن الذين نادوا بهذه الأفكار سان سيمون في فرنسا وروبيرت أوين في إنجلاتيرا وتطورت الحركة بسرعة حين ظهر كارل ماركس وفريديريك إنجلز الألمانيان وأصدر في عام 1848 ما عرف بالبيان الشيوعي طالب فيه بسيطرة طبقة العاملة الكادحة وإمساكها بدفة الأمور إذن طبعا دائما المطلوب في المتحان يعني سواء نجري باستعداد المتحان الجهة والموحد هو القراءة المتمعينة للوثائق وكذلك للوضعيتين الاختباريتين إذن نقرأ الوضعية الأولى والوضعية الثانية كنتفحص الأسئلة طبعا دائما من خلال الستراتيجية التي نتبعها ودائما نبدأ بالأسئلة السهلة قبل الصعبة ما نضيعش يعني الوقت في الأسئلة الصعبة إذن خلايا الأخرة على الأقل باش نضمن يعني أنني نجاوب بطريقة صحيحة على الأسئلة التي تبدو لي يعني في المتناول إذن بالنسبة للمطلوب في هذه الوضعية هو أن نجيب عن الأسئلة الخامس الآتية ودائما بالنسبة للوضعية الاشتغال بالوثائق في التاريخ فكذلك تطرحوا خمسة دي الأسئلة اللي هي السياق التاريخي إذن وضع الوثائق في السياقات التاريخية بمعنى تحديث الزمن ومكان والموضوع والسؤال الثاني هو الشرح أو التعريف التاريخي يعني شرح أو تعريف المصطلحات التاريخية يعني إعطائها مدلولا تاريخيا السؤال الثالث استخراج معطاية من الوثائق كما يلي مثلا من الوثائق 1 و 2 و 3 التحولات الرأسمالية التي حدثت بأوروبا مع تصنفها حسب طبيعتها ثم من الوثيقة الثالثة العوامل مفسرة الثورة الديمغرافية جيم الوثيقة الرابعة عكاسات أو آثار يعني الثورة الصناعية للوضع الاجتماعي السؤال الرابع تركيب الفكرة الأساس ثم السؤال الخامس والأخير يعني مستعينا بالوثيقة الأولى واعتمادا على المكتسبات يعني المطلوب هو تحرير فقرة يعني تبرزون فيها يعني علاقة تحولة الرأسمالية بالتنافس الإمبريالي إذن طبعا كنقرأ الأسئلة مزيئة وكنحاول نفهم منطوق الوثائق وأجيب على قدر السؤال الوضعية الثانية هي كتبقى وضعية اختيارية يعني كنختار أنني أكسف أحد الموضوعين المقترحي وكنشوف دائما الموضوع اللي هو في المتناول وكنكسف فيه طبعا إذن من تسبب المادة الجغرافية الموضوع المقالي إذن الموضوع الأول هو يتعلق بالمدن والأرياف المغربية التي تواجه أزمة عديدة ولكن المغرب يحاول له جاهدا التغلب عليها من خلال جمعة من التدابير إذن المطلوب هو تحرير مقال يعني متكامل معرفيا ومنهجيا وشكليا من مقدمة وطرح الإشكال والعرض والخاتمة تبرزون في مضاير أزمة المدن والأرياف المغربية لكن على المستويات المجالية والاقتصادية والاجتماعية إذن هنا تم تحديد المستويات التي يجب إظهار أزمتها بنسبة المدن والأرياف ثم العاوة المفسرة لأزمة المدن المغربية وأخيرا التدابير المتخذة لمواجهة أزمة المدن المغربية في إطار تهيئة الحضرية بالنسبة للموضوع الثاني فهو يتعلق بمقارنة بين الصناعة في كل من الولايات المتحدة والصين وكذلك الاتحاد الأوروبي يعني المجزوء الثاني من برنامج الدورة الثاني طبعا بالنسبة للمادة الجغرافية إذن المطلوب هو إبراز ما يليه مضاير قوة الصناعة في الصين ومضاير الاندماج الصناعي في الاتحاد الأوروبي ثم العوامل المفسرة لقوة الصناعة في الصين وخلال المشاكل التي تواجه الصناعة الأمريكية إذن ختم الأعزاء أشكركم على الحسنية تتبعكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسيا ونوفقها في تبليغ مضامن عناصر الأساسية طبعا يمكن لكم أنه تشتغلوا على هذا الامتحان الجريبي من خلال يعني الاشتغال على الوضعيتين معا يعني وضعية الاشتغال بالوثائق وكذلك الموضوع المقالي مع استحضار عامل الزمان وتدبير الوقت وألقاكم في حسة قادمة ومع طبعا تصحيح الجزء الأول من هذا الامتحان الجريبي فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته